السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين اي رب تكونوا بخير معكم ياسمين عشور لو اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد فيديو النهاردة هنتكلم على طريقة نشر فيديو على لايكي تابعوا معي الفيديو للنهاية زي ما قلنا في البداية هنتكلم على طريقة نشر فيديو على تطبيق لايكي طبعا الفيديو يتطلب مني اكتر من مرة فهنشوف الوقتي هنقدر ننشر ازاي فيديو على لايكي فانا هضغط على البرنامج هضغط عليه وقبل ما هنشر الفيديو على لايكي فهروح على صورة الصورة بتاعتنا اللي فوق دي هضغط على ايقونة الصورة وهنزل كده وهجيب كلمة الاعدادات قبل ما نشر الفيديو هضغط على جودة الفيديو هنا موجودة تلقائي اول ما هضغط عليها هيجي لنا دقة عالية هضغط على دقة عالية تمام كده يبقى جودة الفيديو دقة عالية فهرجع كده وبقت موجودة جودة الفيديو دقة عالية يلا بينا بقى عشان ننشر فيديو طيب انت عندك دقتي علامة الكاميرا دي لو ضغطت عليها اول ما هضغط على كلمة تحميل هيجيلنا بقى الفيديوهات والصور الموجودة على آآ الستوديو بتاعك. فانا هضغط مسلا على الفيديو ده. انا بديك مثال. وهي لك تحت هنا كده وهضغط التالي. هنا جالي الاستيراد. هنا طبعا جالي التحميل وزي ما انتم شايفين موجودة ها. وهضغط على التالي. هعمل مشاركة. زي ما انتم شايفين اهو بقت موجودة دلوقتي. اهو هضغط عليها. الفيديو بقى موجود على كده نكون خلصنا فيديو النهاردة وتكلمنا على طريقة نشر فيديو على تطبيق لو عجبك فيديو النهاردة يا ريت ما تنساش اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة. كان معكم ياسمين عشور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.